هناك من يثير إشكالا على هذه الوثيقة من أن الأحداث التاريخية التي ذكرت في أجواء هذه الوثيقة لا دليل على وجودها خصوصا فيما يرتبط بالحرب بين الروم والمسلمين هناك إشكالات أخرى أيضا أثيرت إلى الحد الذي قالوا بأن هذه الحكاية هي حكاية كحكايات ألف ليلة وليلة أنا هنا لا أريد أن أقف عند كل كلام لا قيمة له لأنني كما بينت قبل قليل وبينت فيما سلف من الحلقات لا بد أن تكتمل الصورة وبعد ذلك يمكنكم أن تحكموا على النتيجة النهائية ونحن لازلنا في البدايات فهناك تفاصيل كثيرة وكثيرة ومع ذلك سأقف عند هذه النقطة إذ ربما هذا الإشكال قد يكون أقوى الإشكالات على وثيقة السيدة نرجس أما الإشكال السندي فإنني لا أعبأ به وقد تحدثت كثيرا عن سخافة ما يسمى بعلم الرجال هذا الموضوع ليس بحاجة لإثارته في هذه الحلقة سأتحدث عنه حينما أفتح الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة إبليس لأن علم الرجال هو فخ من فخاخ إبليس التي أوقع فيها مراجعنا الكبار وفقهاءنا وعلماءنا ودمروا حديث أهل البيت حينما وقعوا في هذه الفخاخ الشيطانية وهذه الشباك الإبليسية وسأضع الحقائق بين أيديكم وأنتم استنتجوا بأنفسكم احترموا عقولكم لا تسمحوا لأحد لا أنا ولا غيري أن يضحك عليكم احترموا عقولكم إن الله خلقكم وكرمكم وأعطاكم عقولا وجعلها حججا باطنة عليكم أفليس الأنبياء والأئمة حججا ظاهرة ونصب لنا عقولا باطنة هذه ثقافة الكتاب والعترة فمثلما تحترمون الأنبياء والأئمة احترموا عقولكم وزنوا المراجع والعلماء بميزان الأنبياء والأئمة وبميزان العقول لا تجعلوا المراجع ميزانا المراجع أمثالكم المراجع والفقهاء رجال أمثالكم لا يختلفون عنكم ليست لهم أي ميزة إطلاقا لربما فيكم من هو أذكى منهم لربما فيكم من هو أكثر تدبيرا وفهما للأمور منهم أناس لهم خبرة في باب من أبواب الحياة ليس أكثر من ذلك هؤلاء ليسوا ميزانا هؤلاء يزنون بموازين الحجة الحجة الظاهرة محمد وآل محمد والحجة الباطنة عقولنا وهتان الحجتان يرتبط أحدهما بالآخر والحجة الظاهرة محمد وآل محمد هم الذين أمرونا باحترام عقولنا باحترام الحجة الباطنة أما ما قيل لرواة الحديث من أنهم حجة فهم حجة محدودة بحدود الحوادث الواقعة وحجة مقيدة وأنا حجة الله عليهم كما يقول إمام زماننا فحجيتهم محكومة بالحجج الظاهرة كيف نقيم ذلك من خلال الحجج الباطنة هذا هو المنطق السليم هذا هو منطق آل محمد هذا المعنى قد أعود إليه في جانب آخر من هذا البرنامج إن سنحت الفرصة ولكنني أعود إلى وثيقة السيدة نرجس إنها وثيقة الزواج وهي الوثيقة الأولى التي عرضتها في هذه الشاشة وهي الصورة الأولى من صور الشاشة الثالثة أعني شاشة الأسرة الإشكال الأهم هو هذا الذي يطرح هنا وهناك من أن الأحداث التاريخية التي تحدثت عنها السيدة نرجس لا وجود لها على أرض الواقع قضية حرب وأن جدها القيصر خرج في جيش لقتال المسلمين هكذا جاء في حكاية السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها ماذا قالت ماذا قالت لبشر النخاس قال بشر فقلت لها وكيف وقعت في الآسر إنني أقرأ من نفس المصدر هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة أربعمائة وخمسين أربعمائة وواحد وخمسين قال بشر فقلت لها وكيف وقعت في الآسر فقالت أخبرني أبو محمد يعني إمامنا الحسن العسكري أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي حينما كان التواصل غيبيا عن طريق الرؤية ومرت الوثيقة بكل تفاصيلها عليكم أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي أن جدك سيسرب وفي نسخة سيرسل جيوشا إلى قتال المسلمين يوم كذا ثم يتبعهم ثم يتبعهم هو يخرج بنفسه فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا ففعلت فوقعت علينا طلائع المسلمين طلائع مقدمة الجيوش حتى كان من أمري ما رأيت وما شاهد إلى آخر الكلام ماذا نقلت عن إمامنا الحسن العسكري أن جدك سيسرب سيرسل جيوشا إلى قتال المسلمين أولا السيدة نرجس لم تسمي لنا اسم جدها وإنما ذكرت اسم أبيها قالت هي مليكة مليكة هي مليكة بنت يشوع أبوها يشوع هو ابن القيصر القيصر جدها والقيصر ما هو باسم القيصر يعني الملك فما ذكرت لنا السيدة نرجس اسم جدها حتى نتتبع الموضوع ونقول بأنه هل حدثت حرب في زمن هذا القيصر أم لم تحدث إنها ما ذكرت لنا اسم جدها أما أبوها يشوع فلم يكن قيصرا فحينما لم يكن قيصرا من المستبعد أن نجد له ذكرا واضحا في كتب التاريخ هناك من الباحثين ممن حاول أن يبحث في كتب التاريخ كي يشخص من هو جد السيدة نرجس من قياصرة الروم وصلوا إلى تشخيص من أنه القيصر بارداس هذه ظنون لا يستطيع أحد أن يبني على هذه الظنون لكن الكلام يمكن أن يكون صحيحا ولذلك فإني لا أعطي أهمية لهذا الموضوع لأن هذه احتمالات هذه احتمالات يمكن أن تكون صحيحة يمكن أن لا تكون صحيحة بالنتيجة هي عملية دراسة وبحث في بطون كتب التاريخ بعض الباحثين توصل إلى هذه النتيجة أكثر أكثر من باحث حاول أن يتتبع الموضوع وأن يدرس تأريخ القياصرة وتأريخ الدولة البيزنطية فوصل وصلوا إلى هذه النتيجة من أن القيصر الذي كان جدا للسيدة نرجس هو القيصر بارداس يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا بالنسبة لي الأمر ليس مهما النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها من أن كتب التاريخ لا تذكر كل صغيرة وكبيرة هل يتوقع أحد من أنه سيجد كل شيء في كتب التاريخ النقطة الثالثة هل أن كتب التاريخ هي مورد من موارد الثقة التي يعتمد عليها الإنسان اعتمادا كاملا أبدا هناك كتب تاريخ أرخت للكثير من الحوادث وفي نفس الوقت أغفلت الكثير من الحوادث بشكل عمدي بشكل ليس عمديا هذا أمر راجع للمؤرخي وللإمكانات والمصادر التي كانت متوفرة لديه فضلا عن مدخلية العامل السياسي لأن الذين كتبوا التاريخ كتبوا التاريخ في أجواء الحكام في أجواء السلاطين التاريخ التاريخ لم يكتب خارج أجواء السلاطين وإن كتب البعض فإن تلك الكتب لم تصل إلينا ليست متوفرة ما هو موجود في مكتباتنا كتب تاريخ أرخت لأشياء لأشياء كثيرة وأهملت أشياء كثيرة نحن إذا أردنا أن نعود إلى كتب التاريخ مثلا في مكاتب المسلمين وهي كتب كتبت على الذوق السني هذه الكتب أهملت بشكل عمدي وواضح كل ما يرتبط بعطرة النبي الطاهرة يذكرونهم لا يستطيعون أن يحذفوا أسماءهم من الواقع يذكرونهم بنحو عابر وفي حاشية الأحداث يحاولون قدر الإمكان أن يصغروا من شأنهم وأن يضيقوا دائرة تأثيرهم إلى أبعد الحدود هذا هو الموجود في كتب التاريخ أنا هنا لا أريد أن أدرس طبيعة كتب التاريخ ولكن هؤلاء الذين يشكلون على وثيقة السيدة نرجس من أن الأحداث التي ذكرتها السيدة في هذه الوثيقة ليست ليست متوفرة في الواقع التاريخي مراد من الواقع التاريخي يعني ما بأيدينا من كتب ألفت في تعريخ تلك الفترة الزمنية إمامنا الهادي متى استشهد إمامنا الهادي استشهد سنة ميتين واربعة وخمسين للهجرة هذا هو المعروف معروف في كتبنا وحتى في كتب التاريخ الآن إذا أردنا أن نعود إلى تاريخ الطبري فإن تاريخ شهادة إمامنا الهادي سنة ميتين واربعة وخمسين للهجرة وهذا هو الذي نعرفه ولادة إمام زماننا متى كانت بحسب الذي نعرفه سنة ميتين وخمسة وخمسين للهجرة وإن كان هناك من يقول من أن ولادته سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة لكن الذي نعرفه والذي تسالمت عليه الشيعة سنة ميتين وخمسة وخمسين للهجرة إمامنا الهادي بحسب بحسب ما نعرفه وبحسب ما لدينا من معطيات فإنه استشهد في شهر رجب سنة ميتين واربعة وخمسين للهجرة وإمام زماننا ولد في شعبان سنة ميتين وخمسة وخمسين للهجرة الذي يفهم من سياق ما جاء في وثيقة السيدة نرجس وفي وثيقة السيدة حكيمة ومن تفاصيل أخرى من روايات وأحاديث أخرى الذي يفهم وهو بشكل واضح من أن السيدة نرجس حين جاءت إلى سامراء لم تمكث طويلا في بيت السيدة حكيمة لم تمكث طويلا بعد ذلك تزوجها إمامنا الحسن العسكري في حياة أبيه الإمام الهادي فولادة إمام زماننا شعبان ميتين وخمسة وخمسين للهجرة وشهادة إمامنا الهادي رجب ميتين واربعة وخمسين للهجرة والسيدة نرجس يبدو أنها جاءت في سنة ميتين وثلاثة وخمسين ربما أنا لا أعرف التواريخ ولم تذكر هذه التواريخ يبدو وحين أقول يبدو هذا كلام ظني يبدو من القرائن في الوثائق التي عرضتها وفي بقية النصوص من أن السيدة نرجس لم تمكث طويلاً في بيت السيدة حكيمة وبعد ذلك انتقلت إلى بيت إمامنا الحسن العسكري فضلاً عن أن السرية والإسراع في الموضوع يتناسبان مع الغاية المقصودة ومع الحكمة في التخطيط السري لهذا الأمر الكبير في تلكم الفترة يعني ما قبل مجيء السيدة نرجس إلى سامرة ولا ندري متى قدمت بالضبط ما أشرت إليه قبل قليل إنما هو استنتاج مضني فلربما قدمت قبل هذا التأريخ الذي أشرت إليه سنة مئتين وثلاثة وخمسين ربما قدمت قبل هذا التأريخ بعدة سنوات سنتين ثلاثة أكثر لا أدري نحن لا نمتلك معلومات دقيقة وواضحة بهذا الخصوص لكن هذه الفترة ما قبل سنة مئتين واربعة وخمسين ما قبل سنة مئتين وثلاثة وخمسين إذا أردنا أن نعود إلى كتب التأريخ الموجودة بين أيدينا فإننا نجد صراعا واضحا وحروبا وغزوات فيما بين المسلمين والروم كتب التأريخ تشهد بذلك على سبيل المثال هذا تأريخ الطبري وتأريخ الطبري هو التأريخ الذي يحبه يحبه مراجعنا إلى الحد الذي مراجعنا قدموا كلام الطبري على كلام إمامنا الهادي وسأتيكم بالوثائق السيد الخوئي في مسألة فرحة الزهراء وفي مسألة مراسمي اليوم التاسع من شهر ربيع الأول وفي كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة حين تحدث في باب الأغسال بشكل صريح وواضح قدم قول المؤرخ الطبري على رواية منقولة عن إمامنا الهادي رواية موجودة في كتبنا مروية عن الإمام الهادي بخصوص هذا اليوم سيد الخوئي طرحها جانبا وقدم عليها قول المؤرخ الطبري الناصبي وأفتى على هذا الأساس تاركا قول الإمام الهادي بحجة أنه ضعيف فهل قول الطبري قول موثوق السيد الخوئي لا يملك دليلا على أن الرواية التي نقلت عن الإمام الهادي لم تكن قد صدرت عن الإمام الهادي هي ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال لكن علم الرجال لا يستطيع أن يقول من أن هذه الرواية صدرت أو لم تصدر وإنما بحسب بعض القواعد التي أخذت من استحسانات خرقاء لمراجعنا ومن ذوق مخالف لذوق أهل البيت لفقهائنا ولعلماء الرجال وأساسا جئ بها من النواصب على أساسها يقال هذه الرواية ضعيفة أو ليست ضعيفة لكن علم الرجال لا يستطيع أن يثبت صدور رواية عن المعصوم أو أن ينفي صدور رواية عن المعصوم وإنما يصفها بحسب قواعده بالضعف وبعدم الضعف فالسيد الخوئي ترك رواية مفصلة عن الإمام الهادي وهي في الأساس عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعمل بقول الطبر فلا ندري هل أن قول الطبر موثوق وقوي وهذه القضية لم ينفرد بها السيد الخوئي فقط وإنما جمع كبير من مراجع الشيعة قاموا بنفس الأمر فقدموا قول الطبر على إمامنا الهادي مراجع يشتغلون بهذا الذوق ماذا تتوقع منهم؟ تتوقع منهم أن يقبلوا هذه الأحاديث وهذه الوثاق نحن مع هذا الذوق هذا هو الطبر حبيبهم حبيب المراجع حبيب مراجع الشيعة مثلما هو حبيب الشيخ الطوسي في التفسير مشكلتنا عويصة مع الطبر الطبر مختلف في مذهبه هل هو شافعي أم هو صاحب مذهب خاص به هناك من يقول بشافعيته وهناك من يقول بأنه صاحب مذهب خاص به وحتى لو ذهبنا إلى القول الثاني وهو المشهور من أن الطبر هو صاحب مذهب خاص به فإن ذوق الطبر لا يبتعد كثيرا عن ذوق الشوافع ومن هنا علماؤنا لأنهم مشبعون بالفكر الشافعي عشاق لهذا الطبر فمع معشوقهم الطبري ثقافتنا طبرية على المستوى التفسيري وعلى المستوى التاريخي ثقافتنا طبرية نحن لا ندري ماذا نسمي ثقافتنا ثقافتنا شافعية أشعرية معتزلية فخرية رازية طبرية غزالية صوفية ابن عربية قطبية بعد ذلك أخوانية هذه هي ثقافتنا نعود إلى تعريخ الطبري وهذا هو الجزء الخامس من طبع الدار صادر بيروت بتحقيق بتحقيق نواف الجراح الطبري متوفى سنة 310 بحسب هذه الطبعة فإن تسلسل الصفحات فيها مستمر من الجزء الأول إلى آخر جزء من أجزائها هذا هو الجزء الخامس صفحة 1898 يبدأ الحديث في سنة 223 خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة ذكروا الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلمين ما فعل من ذلك خبر فتح عن موريا وإذا ما اقتربنا إلى سنة 245 في صفحة 1958 وبعث ملك الروم فيها بأسر من المسلمين وبعث يسأل المفادات بمن عنده وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى المتوكل إلى آخر الكلام أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء في كتاب الطبري وإنما أرشدكم إلى أن الحرب كانت سجالا فيما بين المسلمين والروم ها نحن في سنة 245 إمامنا الهادي متى استشهد سنة 250 ها نحن في سنة 245 وخمسة واربعين وأنا أشرت قبل قليل إلى سنة 223 هذا يعني من سنة 223 إلى سنة 245 واربعين الحروب متواصلة وإلا لماذا وبعث ملك الروم فيها بأسرها من المسلمين إلى آخر الكلام والتفاصيل الموجودة يمكنكم أن تراجعوها ولازلنا في أحداث 245 صفحة 1960 وفيها أغارة الروم على سميساط فقتلوا وسبوا نحوا من 500 وبعد ذلك يتحدثون عن حرب ونزاع وعن مفادات مع الروم في نفس الصفحة مثل ما قلت قبل قليل أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء يتعلق بالصراع بين المسلمين والروم وإنما أردت أن آتيكم بأمثلة بشواهد نفس الشيء إذا نذهب إلى صفحة 1968 ثم دخلت سنة 48 ومئتين 248 خبروا غزوا وصيف الروم وصيف من قيادات العباسيين خبروا غزوا وصيف الروم فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر المنتصر الخليفة العباسي فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفا التركي صائفة صائفة أرض الروم ويأتي التفصيل في صفحة 1969 ونفس الشيء في صفحة 1976 والكلام يستمر أنا هنا لا أريد أن أقرأ لكم تاريخ طبري ولكن في صفحة 1976 فيما يتعلق في سنة 249 في سنة 249 فمما كان فيها من ذلك غزو جعفر ابن دينار الصائفة الصائفة يعني في الصيف فافتتح حصنا ومطامير واستأذنه عمر ابن عبيد الله الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الروم فأذن له فسار ومعه خلق كثير من أهل مرطية فلقيه الملك ملك الروم فلقيه الملك في جمع من الروم عظيم بموضع يقال له أرس من مرج الأسقف فحاربه بمن معه محاربة شديدة قتل فيها خلق كثير من الفريقين ثم أحاطت به الروم وهم خمسون ألفا فقطل عمار وألف رجل من المسلمين وذلك في يوم الجمعة للنصف من رجب ويستمر الكلام ألا تجدون وجها للمشابهة بينما ذكرته السيدة نرجس من أن جيشا سيخرج لقتال المسلمين وبعد ذلك يتبعه الملك حتما حينما يخرج الملك يخرج القيصر لا بد أن تكون الجيوش التي يرسلها لا بد أن تكون جيوشا كبيرة ألا تلاحظون أن هذا الذي جاء هنا في هذه السطور هو قريب من الذي ذكرته السيدة نرجس أنا لا أريد أن أقول من أن ما جاء في تاريخ الطبري هو نفسه الذي تحدثت عنه السيدة نرجس ولكن أقول هناك مشابهة والأحداث تتكرر ربما هذا الحدث هو نفسه ربما هذا الحدث يتكرر بعد ذلك وليس معلوما هذه التواريخ دقيقة في كتب التاريخ يعني حين يكتبون بأن هذا الحدث صار سنة 249 ليس بالضرورة هذا التاريخ مضبوط ودقيق ليس بالضرورة في كثير من الأحيان يكون هناك خلل في ضبط السنوات إما من قبل نفس المؤرخ أو يحدث الخلل بعد ذلك من النساخ ولكن هي في هذه الأجواء هي في هذه السنوات وهناك تفاصيل أخرى أيضا أنا جئت بهذا مثالا الحادثة متى كانت هذه ملك الروم وجيش من خمسين ألف وأحاطوا بالمسلمين وقتلوهم وتغلبوا عليهم وبعد ذلك استمرت الحروب واستمر القتال والحرب سجال مرة المسلمون ينتصرون وأخرى الروم ينتصرون مرة المسلمون يأخذون أسرى منهم وأخرى الروم يأخذون أسرى من المسلمين والتفاصيل موجودة هنا في تاريخ الطبر وليست كاملة كتب التاريخ ليست كاملة الذي أردت أن أستدل به هو أن الحرب قائمة بين المسلمين والروم وأن الروم يأخذون أسرى وأن المسلمين يأخذون أسرى في بعض الأحيان تكون هناك هدنة وتكون مفادات للأسرى وفي بعض الأحيان تكون مبادلة فيما بين أسرى الطرفين وفي بعض الأحيان يكون غزو من المسلمين بشكل مباشر ابتداء لاحظتم التفاصيل مع ملاحظة أن كتب التاريخ هذه لا تذكر كل شيء وهذا الأمر نفسه في كتاب الكامل في التاريخ أهم كتابين في التاريخ في مكتبتنا العربية الإسلامية في المكتبة السنية هذان الكتابة كتابه الطبري تأريخ الأمم والملوك وهذا كتابه ابن الأثير الكامل في التاريخ وهذا هو المجلد السادس المجلد السادس دار الكتب العلمية بيروت لبنان راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق نفس الشيء نفس التفاصيل التي مرت إذا ذهبنا إلى سنة ميتين وثلاثة وعشرين ذكروا خروج الروم إلى زبطرة بالضبط طفس الكلام الذي ذكره الطبري باعتبار أن ابن الأثير متى توفي توفي سنة ستمية وثلاثين للهجرة بينما الطبري متى توفي توفي سنة ثلاثمية وعشر للهجرة فمن مصادر ابن الأثير هو هذا الكتاب أيضا ومصادر أخرى هو لا يعتمد على الطبري فقط ولكن من مصادره المهمة والكلام يستمر أنا لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم لكن أذهب إلى صفحة مية وثلاثين ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئتين صفحة مية وواحد وثلاثين وفيها أغارة الروم على سمساط فقتلوا وسبوا وأسروا خلقا كثيرا إلى آخر الكلام إلى أن نصل إلى صفحة مية وثلاثة وخمسين سنة ميتين وتسعة واربعين نفس الكلام في هذه السنة غزى جعفر بن دينار الصائفة يعني في وقت الصيف فافتتح حسنا وبطامير فلقيه إلى أن يقول فلقيه الملك في جمع عظيم من الروم بمرج الأسقف فحاربه محاربة شديدة قتل فيها من الفريقين خلق كثير ثم أحاطت به الروم وهم خمسون ألفان وقتل عمر وممن معه ألفان من المسلمين في منتصف رجب إلى آخر التفاصيل التي جاءت الزبدة من كل ذلك ما هي الزبدة من كل ذلك إن الذين استشكلوا على وثيقة السيدة نرجيس قالوا من أن التفاصيل التي ذكرتها قالوا من أن التفاصيل التي ذكرتها فيما يرتبط بغزو جدها والحرب التي قامت بين المسلمين والروم لم تكن موجودة في كتب التعريخ مثل ما قلت قلت من أن التعريخ ومن أن كتب التعريخ لم تثبت كل شيء حدث على أرض الواقع ولكن لو رجعنا إلى كتب التعريخ فإن تلك الفترة الزمانية مثل ما قرأت لكم من تعريخ الطبري ومن تعريخ ابن الأثير وبإمكاني أن آتيكم بمصادر أخرى ولكنني أعتقد أن في هذا كفاية فإن تلك الفترة كانت الحرب وكان صراع مستمرا ما بين الروم والمسلمين حروب مستمرة مرة المسلمون هم الذين يبدأون الحرب وأخرى الروم يبدأون مرة المسلمون ينتصرون وأخرى الروم ينتصرون هناك مفادات للأسراء هناك مبادلة للأسراء هناك هدنة تعقات هذه التفاصيل موجودة في كتب التاريخ فما الذي يستغرب أن تتحدث السيدة نرجس في الوثيقة التي قرأتها عليكم عن تفاصيل حرب جدها مع المسلمين ومن أنها خرجت متخفية حتى وقعت في الآسر إلى سائر التفاصيل الأخرى التي ذكرتها وتحدثت عنها نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم